كثير من أخواني وهذه شبهة موجودة الآن يظن أن هذه معصية ستبقى معصية إلى ما شاء الله مات ما شاء أن يتوب من هتاء وما يدرك أن هذه المعصية تحجبه عن كثير من الخير ذكر الحافظة بن رجب آثار كثيرة عن السلف يقول أحدهم حرمت قيام الليل ستة أشهر بذنب أصبت ستة أشهر وقد حرم قيام الليل بعد أن كان يصلي رجع لنفسه ما هو السبب وجده ذنب يقول أحد السلف ابتلاني الله بالفقر كيف جاء الفقر قلت لرجل قبل أربعين سنة يا مفلس انظروا كيف قال ابن رجب علق قال قلت ذنوبهم فعرفوها وعرفوا من أين أصيبوا ونحن والآن لا ندري من أين أصبنا كثير من الناس اليوم يقول والله ما استطيع أن أقوم الليل والله ما استطيع أحفظ القرآن ما استقامت لي العبادة ما استطيع الصوم ولا يدري من أين أصيب الذنوب كما قال الله عز وجل ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وفي المقابل إذا ابتعد عن الله عز وجل خلى الله بينه وبين نفسه يقول الإمام بن القيم أجمع العلماء العارفون على أن التوفيق أن يعانى العبد والخذلان أن يخلى بين العبد وبين نفسه كم من إنسان قد يعرض عن الله عز وجل فيعرض الله عنه وإذا أعرض الله عن العبد فلا يمكن أن يهتدي ولهذا هذه الذنوب خطيرة لشأنه خطير وبعض الناس يظن أن الذنب ذنب الصغيرة تدعو إلى الكبيرة والكبيرة تدعو إلى البدعة والبدعة تدعو إلى الشرك والشرك إذا مات عليه دخل النار وخلد فيها والعياذ بالله ولهذا لا بد من مراعاة يعني هذا الأمر واستشعار خطورة الأمر كثير من الناس يخدع ويقول المهم نموت على التوحيد نموت من الذي يضمن لك ومن الذي يقطع أنه يموت على التوحيد إنما يموت على التوحيد من خاف من الشرك من لازم الطاعة من عرف خطورة الأمر وخاف من سوء الخاتمة ترجمة نانسي قنقر